دكتورة النهاردة أول يوم لتصويت المصريين في الخارج حضرتك إزاي تبتدي تقيمي المشهد اللي احنا شايفينه وخصوصاً نحن عارفين أن بعض البلدان ابتدت من مبارح بالليل بتوقيت القاهرة بالفعل هذا اليوم طبعاً احنا بدأنا مبارح نيوزلاندا وبعد كده الصين وسنغفورة وغيرها ولكن بالفعل اليوم النهاردة هو عبارة عن بداية إعلان استكمال مشوار العملات التنوية لا والغ أن هذا اليوم هو عبارة عن عرس بالنسبة لمصر كلها وخاصة أن نحن نبتدي من الخارج فهذه رسالة قوية للخارج عن مدى التفاف الشعب المصري خارجياً وداخلياً حول النظام السياسي المصري حول هدف موحد وهو الاستقرار والأمن والتنمية من أجل دعم الدولة المصرية في ظل التحديات اللي بتشهدها فالنهاردة بيعلنوا المصريين في الخارج بداية استكمال المنظومة التنوية بإذن الله دكتورة وقام أهمية المشاركة السياسية المصريين بالخارج فعل المشاركة والنزول والتصويت دلالته السياسية زي ما احنا قلنا الدلالة السياسية هي رسالة إلى العالم كله أن المشاركة السياسية هي عبارة عن إعلان للشفافية والشرعية السياسية المصرية بل والأكثر الدعم للقيادة السياسية أياً كانت القيادة ولكن هناك دعم من الإرادة الشعبية المصرية ذا ما احنا بنقول في القوى الدولة الشاملة في جزء رئيسي منها وهو الإرادة الشعبية المصريون في الخارج النهاردة بيحققون هذه القيمة قيمة الإرادة الشعبية ومن الخارج أبنائنا في الخارج يعني بنعول عليهم في التصويت ونزول إلى صناديق الانتخاب وليس للكتلة التصويتية فقط لأن أبنائنا في الخارج هم علمائنا هم خبرائنا بل هم أكثر من ذلك هم الدبلوماسية الشعبية لمصر الآن هم سفرقنا في الخارج بالزبط فنزولهم النهاردة للانتخابات هو رسالة قوية للعالم على مدى الترابط الشعب المصري داخلياً وخارجياً ترجمة نانسي قنقر